اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقع اطلاق النار عليه اثناء تعدية واجبه بالمستشفى الجهوي لحبيب بوغطفا ببنزرد شنو الكلام تحب ترد بيها على توفيق بودربالا والله انا نستغرب من تعليق الاستاذ بودربالا هو رجل قانون لكن يقول في كلام مهوش في بلاستو كلام متاع انسان بعيد عن الميدان ان اللوم عليه منين كيف تحقق يقول كونها العون هذي عون سجون جاته رساسة تعيشة والحال انها ماهيش رساسة تعيشة لان الطبيب الشرعي يقول اللي الرمي هذي يرمي بدقة عالية واطلاقة تلو الاطلاقة ليست رساسة تعيشة مع الحال لم يذكر التضاريس الموجود بهالمستشفى حتى يحدد من نقطة اطلاق النار ورغم ذلك فان القضاء المدني والقضاء العسكري اثبت وببرهان قاطع مصدر اطلاق الرساسة وتواجد مكان الرامي وهو الان محل تتبع عدل بالمحكمة العسكرية والقضية الجارية وليست ضد مجهول كما يذكر الاستاذ بودربالا انا اراه كونه يذر الرماد على العيون لو تحقق من هذا الموضوع لانه موضوع حساس جدا موضوع قتل نفس بشرية عمدا مع سبخة الاذمار يقولها هكذا للعموم وعلى الفضائيات لا لشيء لاخفاء انا اظن اوجه له تهمة اخفاء القناصة والقناصة معروفين وتعرفهم الناس كل وتعرفهم السولة اشتركوا في القناة بالرحمن وليست قصة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة